أول شيء يعني رمضان وكبر رمضان يعني بعد استشهاد عبود بتحس إنه الأسرة يعني تكريباً مزكة أو يعني بتعنه الأسرة نقصت يعني بدون مبالغة بتعنك نقصت النص حتى في كتير أمرار بسأل موليد بكلها يعني منه معقولي بس إحنا غاب عنا واحد كبل ساعات الإفطار إحنا يعني بكنا ننتظر لحظة الإفطار دقيقة بدكيقة عبدالر بنستنى مثلاً وهذا يجيب كولا هذا يجيب خبز مثل عبدالرحمن وصوه على الخبز هاي كثير منها هاي الشغلات يعني أتقلصت أو خفت يعني بك كان أمنيته يشرب طمر أو يبدأ يحظر من كبل الإفطار بساعة البيت زي ما قلت أنت مش هو البيت أول على آخر مش أعز بس هو البيت البيت هو يعني فيه ذكريات بتجمعك أشياء يعني رغم أنك أنت الآن عايش في بيت وفي بيت محترم وبيت أهلك وبيت أخوك بس يعني كثير شغلات بتنقصك أو إذا بدك ترجع في الذاكرة هذا البيت يعني لا يعني لكيش إشي كثير بيختلف عن بيت بيتك قلنا لك أنه الاستعداد للإفطار بكال بيام موجود عبود فيه فرق بينه وبين اليوم يحظر مثلاً طمر هندي أو ليمون أو يشتري أو يروح على ينزل كمثلاً كابل الفطوري بساعة ينزل جبنة مثلاً حاجة كطايف أو حليو أو هاي بكت هاي مميزات وبكى مثلاً والصهر الصهر يعني بكاش ينام لما بكى ينام بكى يروح على الشغل على شغله من خلال صحرة من بعد صحرة وليصهر تم نروح هذو من بيروحوا ساعتين أو ثلاثة ترجمة نانسي قنقر أراق M 애قا distract ترجمة نانسي قنقر شكرا